بعد إعدامه بكى عليه حراسه في السجن وظهرت شهادات الشهود تخبر عن ما تعرض له من تعذيب أثناء محكمته وما لقاه أثناء تنفيذ حكم الإعدام فيه النهاردة هنتكلم عن اللحظات الأخيرة في عمر الرئيس العراقي السابق صدام حسين اللي أخفاها معارضوه ولم ينطق بها التاريخ خليكم معي في 2003 دخلت القوات الأمريكية للعراق بأمر من جورج بوشل ابن رئيس أمريكا وقته وسيطرت على بغداد وبدأت تبحث عن الرئيس العراقي صدام حسين وجميع رموز نظامه وكلفت حوالي 30 ألف جندي أمريكي بمهمة البحث عنه وحددت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار للي يحصل على مكانه وقبلها كانت القوات الأمريكية قتلت أولاد صدام قصاي وعدي وحفيده مصطفى وقال صدام وقتها لما عرف الخبر تلت عافيات والحمد لله اللي شرفني بهؤلاء الأبطال اللي استشهدوا في سبيل وطنهم ولم يساوموا أو يخونوا الحمد لله على قضاء الله وقدره هم أبناء العراق حلهم حال ما نستشهد في سبيل العراق وقدر صدام حسين يخرج من مقره في بغداد ويبحث عن مكان آخر علشان يقدر يقود المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي واضطر يلجأ لبيوت بعض المشايخ وقعد عندهم كم يوم ولما عرف أن الأمريكان عرفوا مكانه راح لبيت تاني وقعد فيه يومين لكن أهل البيت كانوا خايفين من الأمريكان وطلبوا منه يترك البيت وخرج صدام حسين يدور على مكان تاني يستخبى فيه وكانت فترة صعبة جدا لأنه تحول فجأة من رئيس دولة لإنسان مشرد مش لاقي مكان يقوي لكن قرر يروح على مدينة تكريت ودي المدينة اللي تولد فيها واللي فيها قبلته قبيلة قلبه الناصر وراح لشخص اسمه نامق في مدينة الدور في تكريت ودي بتطل على نهر دجلة وكان نامق معه ولدين هم علاء وقايس وكان عندهم بيت وحواليه مزرعة والمزرعة دي صدام عرفها كويس جدا لأن ده المكان اللي هرب عليه صدام بعد محاولته لاختيال الرئيس العراقي السابق عبد الكريم القاسم وتخبى صدام في مزرعة نامق وطلب من الحراس بتوعه يدوروا على مكان تاني يتخبوا فيه وحيبقى يتواصل معاهم في الوقت المحدد وهنا في نقطة عايزة وضحها إن في وقت الحرب العراقية الإيرانية طلبت الحكومة العراقية من المواطنين يحفروا ملاجئ تحت الأرض حماية لهم من القصف الإيراني وكانت الملاجئ عبارة عن غرف أسمنتية مضاقة بلمبة واحدة وفيها مصورة للتهوية وشفاط يشفت الهوى من الملجأ وبكده تخبصت ضام حسين في ملجأ المزرعة المغطى بشكل محكم وعلى غطاء زرع للتموية وكان عمقه 3 متر ومسحته 2 متر وأثناء تواجد صدام حسين في الملجأ أطلق لحيته علشان يتخفى ويصعب التعرف عليه وكان بيعد طول الوقت في المزرعة وما يدخلش الملجأ غير لما يجيله خبر إن القوات الأمريكية قريبة من المزرعة ولما كانت بتدخل القوات الأمريكية المزرعة للتفتيش كان بيدخل الملجأ فورا وكانت بتغادر من غير ما تعرف توصله لكن اللي حصل بعدها إن صدام حسين كان محتاج يقابل حراسه علشان يديهم تعليمات جديدة في مقاومتهم لقوات الاحتلال وكان أكتر شخصين من الحراس وريبين من صدام هما العقيد محمد المصلت وأخوه سلوان المصلت ولما قابلهم صدام حسين في المزرعة عرفوا مكان الملجأ ولسوق الحظ قدرت القوات الأمريكية تقبض على الأخين محمد وسلوان المصلت وعدد كبير من أسرهم ولما استجوبتهم عن مكان صدام حسين رفضوا في الأول يضلوا على مكانه لكن لما عرضت القوات الأمريكية على محمد المصلت إنها تفرج عنه وعن أهله وكمان ياخد المكافأة المالية لـ 25 مليون دولار ولكن في مقابل إنه يدلهم على مكان صدام فوافق فورا ودلهم على مكان صدام واتجعت القوات الأمريكية وبدأت عملية الفجر الأحمر وهي عبارة عن 600 جندي أمريكي و50 آلية عسكرية وكان معاهم العقيد محمد المصلت ولما قربت القوات من المزرعة كان صدام حسين قاعد مع علاء نامق بيأكله وأول ما سمع بقدومهم نزل الملجأ كالعادة وأخذ معاه مسدسه الخاص لكن عرفوا مكانه من الخاين محمد المصلت ورفعوا الغطى بتاع الملجأ وأطلقوا الطلقات النارية داخل الفتحة وهنا طلع صوت من الملجأ بيقول أنا صدام حسين وفي الوقت ده كان موجود المترجم العراقي سمير الجاسم وقال لهم ده صدام حسين وطلبوا منه إنه يخرج من مكانه ولما خرج صدام حسين كان بالمنظر اللي الكاميرا تصورته لحيطه طويلة ومع مسدسه وأخذت القوات الأمريكية المسدس منه وأهدته للرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن ومازال موجود في مكتبة بوش في ولاية دالس الأمريكية وبعد ما أمسكت القوات الأمريكية بصدام حسين هجم عليه المترجم العراقي سمير الجاسم اللي كان معارض لحكم صدام وعمل لجوء لأمريكا ونزل ضرب في صدام وقعه على الأرض وتصور معاه الصورة الشهيرة اللي فيها صدام وقع على الأرض وسمير ماسك فيه والقوات الأمريكية أخذت صدام على الطائرة البلاك هوك الأمريكية وقاوم صدام وقتها ركوب الطيارة وهنا أعطاه الطبيب حقنة مخدرة علشان يستسلم وما يقاومش وعلشان كده ظهر صدام حسين في الفيديو بعض الأبد عليه وهو في حالة توهان بسبب الحقنة المخدرة وأثناء ما كان في الطيارة كان مسكه اتنين من الجنود الأمريكاني واحد مسكه من شعره والتاني مسكه من لحيته ونقلوه الأصر الردوانية في بغداد وتم اعتقاله في معسكر كروبر بالقرب من مطار بغداد الدولي ويوم 30 يونيو 2004 سلمت القوات الأمريكية صدام حسين مع 11 مسؤول بارز في حزب البعث بصورة قانونية وليس بصورة عملية للحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا جرائم حرب وانتهاك لحقوق الإنسان وإبادة جماعية وبعدها وضعوه في سجن اللي هو أصر السليمانية اللي بيطل على بحرة النور وده كان واحد من البيوت الرئاسية الخاصة بصدام وأسرته لما كان رئيس جمهورية العراق ووضع في غرفة في الطابق الأرضي وقامت القوات الأمريكية بإخفاء وتمويه القصر من الخارج علشان ما تكشفوش الأقمار الصناعية اتبع الدول أخرى وتزود صور المواقع للمقاومة العراقية أو لإيران العدو واللدود للعراق وقاموا كمان بتمويه القصر من الداخل وغطوا الجدران والنقوش بالفلين علشان صدام حسين ما يتعرفش عليه لأنه هو اللي أشرف على بناءه وبيقول الممرد الأمريكي اللي كان مسؤول عن رعاية صدام في السجن إن صدام كان مسجون في غرفة مساحتها متر وتمانين سانتي في اتنين متر واربعين سانتي والغرفة عبارة عن سرير ومخدة وكرسيين وحضين للغسيل ومن ضمن الكلام اللي قاله الممرد إن صدام حسين كان بيحتفظ بفوتاة الخبز اللي بيفيد منه وكان بيطعم بيط طيور وكان بيسقي النبات اللي موجود في حديقة السجن وكان متعود يشرب قهوته مع سجرته وكان بيغسل ملابسه بنفسه وكان بيقضي وقته في كتابة مذكراته وكانت الوحدة 515 اتبع للشرطة العسكرية الأمريكية في العراق هي اللي بتقوم بحراسته وأطلق عناصر الحماية على أنفسهم مجموعة سوبر 12 وكانت مهمتهم الصهر على راحة رمز محور الشر وده حسب تصنيف الولايات المتحدة وقتها وهنا كتب زابط في الجيش الأمريكي وكان اسمه كتاب عنوانه وهنا تكلم فيه عن الوقت اللي قضى صدام حسين في السجن اللي مع مرور الوقت نشأت علاقة من الألفة بين صدام حسين وحراسه وقال إنه كان بيستمتع بالجلوس على كرسي صغير خارج الزنزانة وأمامه مائدة صغيرة عليها علم عراقي صغير كان بيكتب عليها وبيدخن سجار جيب الكوبي الفاخر اللي كان حريص على تخزينه في علب خاصة للحفاظ على رتوبة السجار كان بيهتم الطعام وبيتناول فطوره على مراحل في البداية بيأكل العجة وبعدها قطعة حلوة وبعدها الفاكهة كان بيستمع للراديو وكان وهو بيدور في محطات الراديو كان بيوقف بحث لما يسمع المطربة الأمريكية ماري بليش وقال إنه كان بيحب ركوب الدراجة الهوائية اللي كان بيسميها المهرة وكان بيمازح الحراس ويقولهم إنه غزال بيقوي سيقانه عبر ممرسة الرياضة كان يتمكن لاحقاً من القفز فوق أسوار السجن وكان بيبدي اهتمامه بالحياة الخاصة للحراس وكان بيسألهم عن أفراد أسرهم لدرجة إنه كتب قصيدة لزوجة واحد فيهم وكان العديد من الحراس متزوجين وعندهم أطفال فكان بيتناول الحديث معهم عن المشاكل اللي بيواجهها الآباء مع الأبناء وبعض الحوادث الطريفة اللي حصلت معاه وحكى صدام قصة عن ابن عديد بأنه أطلق النار على رواد أحد النوادي الليلية في بغداد فأكل وأصاب العشرات وده أصار غضبه جداً وقال كنت غاضب جداً فولعت في كل سياراته الفارهة رولز رايز وفراري وبرش وغيرها وكنت مستمتع بالنظر للنيران وهي بتاكل سيارات عديد المهم هنا لما بدأت محاكمة صدام أعلن المحامي العراقي خليل الدوليمي التطوع للدفاع عن صدام وأعلن معايا عدد من المحاميين تطوعهم للدفاع عنه سواء من داخل العراق أو من خارجها وكان فيه من مصر والأردن والجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وأمريكا نفسها وفي الأردن لوحدها التطوع 745 محامي للدفاع عن صدام لكن الفريق الأساسي من المدافعين كان عبارة عن 22 محامي بقيادة خليل الدوليمي وبيقول الدوليمي أنه لما قابل صدام حسين بص صدام على طاولة قدامه وقال له وكأني يا ولدي أرى قرار الإعدام على هذه الطاولة وقال أن صدام حسين اتعرض للتعذيب خلال فترة محاكمته بسبب أنه كراف الديدلي بأي تعليمات عن عزة الدوري اللي كان نائب رئيس الجمهورية العراقية والرجل الثاني في النظام العراقي وحاول فريق الدفاع قبل بدء الجلسات تأجيل المحاكمة بسبب عدم إعطاءهم الوقت الكافي لمراجعة ملفات القضاية ولكن محاولاتهم فشلت وهنا قامت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بإبداء ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة اللي قد لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كلياً عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وأثناء المحاكمة اتعرض صدام حسين للطرد أكتر من مرة من قاعة المحكمة بسبب الشد والجذب ما بينه وما بين القضاة وشارك في محاكمة صدام ست قضاة تم اتهام اتنين منهم أنهم كانوا متحاملين على صدام زي القاضي رقوف رشيد اللي قال له صدام أثناء المحاكمة لولا الأمريكان لنت ولا اللي جابوك كانوا يقدروا يجبوني هنا وفي نفس الوقت كان فيه قاضي تاني متعاطف مع صدام حسين زي القاضي عبدالله العمري وما قلته الشهيرة لصدام حسين أنت لم تكن أبدا ديكتاتورا ومنهم اللي قرر أنه يعتزل استكمال المحاكمة زي القاضي الكردي راسكار أمين واعتزل بسبب الضغوط اللي كانت بتمارس عليه لإصدار أحكام على صدام وخلال الفترة دي كانت المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي مشتعلة وحصلت معركة الفلوجة اللي سببت أضرار جسيمة للأمريكان وقدت المقاومة دور كبير ضد قوات الاحتلال وده خل أمريكا تعرض على صدام حسين أنه يدعو العراقيين لوقف المقاومة في مقابل أنها تفرج عنه ويروح يعيش في واحدة من الدول الثلاثة قطر أو الأردن أو مصر ويترك الحياة السياسية لكن صدام حسين رفض علشان تستمر محاكمة صدام من 2004 إلى 2006 واللي حصل في المحاكمة ووقت تنفيذ الاعدام كان صادم المحامي خليل الدوليني قال أن المحاكمة كانت محصومة لأنها كانت محاكمة صورية ونتيجتها الاعدام لصدام ولما كان صدام حسين في السجن بعت رسائل لبعض زعماء العرب زي القزافي وعلي عبدالله صالح رئيس اليمن وحصلت أكتر من محاولة لتهريب صدام ومنها محاولة قال عنها القاضي منير حدد وهي أن القزافي خصص 5 مليار دولار لتهريب صدام لكن المحاولة فشلت وبدأت محاكمته واتهامه بتهم كتير منها انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه في إطار الإجراءات اللي تعرضت لها بلدة الدجيل سنة 1982 والمعروفة بقضية مجزرة الدجيل وكمان مجزرة سجن أبو غريب والهجوم على مدينة حلبجة العراقية بالأسلحة الكيموية واعتقال كل أفراد أسرة الحكيم الشيعية واختفاء عشرات الآلاف من المعارضين الأكراد والشيوعيين وتم الحكم على صدام بالإعدام بسبب قضية الدجيل واللي حصل في القضية دي إن أثناء الحرب العراقية الإيرانية سنة 82 زار صدام مدينة الدجيل العراقية وتعرض موكب صدام أثناء مروره بالبلدة لمحاولة اغتيال فشلة نظمها حزب الدعوة الإسلامية في العراق واللي كان معارض لحكومة صدام حسين وحصلت اشتباكات قدت لقتل اثنين من الحراس الشخصيين لصدام حسين وتقتل عدد من المسلحين وتم القبض على الباقي وتم اتهام حزب الدعوة الإسلامية الشيعي المدعوم من إيران إن هو المسؤول عن محاولة الإغتيال لصدام حسين فتم القبض على كل المشتبه فيهم من حزب الدعوة ووصل عدد المقبض عليهم لأكتر من 750 شخص سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال وتقال إن الاتقبض عليهم تم تعذبهم في السجون قتل عدد كبير منهم لكن السلطة العراقية وقتها قالت إنه تم محاكمة المتهمين بمحاكمة عادلة وقرارات الإعدام صدرت عن طريق القضاء بكل شفافية وفي 5 نوفمبر 2006 أصدر القاضي رؤوف رشيد الحكم بالإعدام على صدام حسين في قضية الدجيل ورغم كده كان فيه عدد من القضاء رفضوا التوقيع على قرار الإعدام ولما سمع صدام الحكم قال يعيش الشعب تعيش الأمة يسقط العملاء يسقط الغزاة الله أكبر الله أكبر وقال للقاضي روح طز فيكو في المحاكمة وهنا بيقول الدوليمي إن المحكمة أصدرت حكمها في قضية الدجيل بالتحديد علشان يتم ضرب مكون الشعب العراقي السنة والشيعة وده عن طريق خلق فتنة ما بينهم وبعد ما اتحكم على صدام حسين بالإعدام اتحرك عدد من القاضى العرب وعلى رأسهم محمد حسني مبارك للإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ حكم الإعدام لأن الحكم ده حيفتح أبواب الجحيم على المنطقة في الأيام الأخيرة لحياة صدام في السجن كان الحراس مستعدين لأي شيء ممكن يحدث لأنهم كانوا عارفين إن أمر الإعدام ممكن ينفس في أي وقت وقام واحد من الحراس وعطل الرجو اللي كان بيسمع منه صدام الأحداث وده عشان صدام ما يسمعش توقيت إعدامه من أحد البرامج الإخدارية في الليلة اللي قبل الإعدام الشهود بيقولوا إن صدام نام نوم عميق في غرفته وكانت حالته الصحية جيدة باستثناء آلام في الظهر والمفاصل والساعة ثلاثة الصبح فجر السبت أول أيام عيد الأطحى في 30 ديسمبر 2006 دخل عليه واحد من الحراس وصحا من النوم وبلغوا إن حكم الإعدام سينفس خلال ساعات واستقبل صدام الخبر بمنتهى الهدوء وطلب إنه يدخل يستحمى وبعدها توضى وقرأ قرآن من مصحفه اللي كان ملازمه طول المحاكمة وقعد شوية يعمل جرد زهني لممتلكاته في الزنزانة من ورق وكتب ومذكراته اللي كان كاتبها وبعدها طلب صدام من الحراس تسليم متعلقاته لمحامي خليل الدوليمي وطلب منهم إنهم يبلغوا المحامي إنه يسلم متعلقاته لبنته رغد ويبلغها إنه في طريقه للجنة للقاء ربه وضميره مرتاح وإيده نظيفة وحيذهب بصفته جندي بيضحب نفسه وعيلته من أجل العراق وشعبه وأهدى ساعته الغالية من ماركة ريمون دويل لواحد من الحراس اسمه هاتش لأنه كان بيعزه بسبب معاملته الكويسة ليه وبعدها سلم على الاثناشر حارس أمريكي اللي كانوا بيحرسوه وشكرهم على معاملتهم ليه وبعدهم اتأثر وبكى ولبس بدلته الرمادي وقميس أبيض وبالته أسود وطقية صوفه على راسه لحمايته من برد الفجر وتقال هنا إن صدام أصر يلبس البالته التقيل علشان ما يرتعش من البرد فالناس تعتقد إنه خايف من الإعدام وركب عربية مخصصة لنقله بتحمل علامة الصليب الأحمر الدولي وبعدها نقلوله واحدة من طائرات البلاك هوك الأمريكية وقبل ما يطلع صدام الطيارة طلب منهم عدم تغطية عينه المرة دي لأنه كان عايز يتأمل بغداد للمرة الأخيرة وأثناء الطيران فضل صدام يتأمل من زجاج الشباك كان سرحان وزهنه شارت وهبطت الطيارة في معسكر أمريكي داخل منظمة الاستخبارات العسكرية السابقة الواقع على الجانب الغربي لنهر دجلة في منطقة القازمية وقامت القوات الأمريكية بتقسيم المدرية لثلاث مناطق معسكر القوات الأمريكية معسكر قوات حفظ النظام قسم يتبع دائرة الحماية القصوى تابع لوزارة العدل العراقية ونزل صدام للمعسكر عند دائرة الحماية القصوى الساعة خمسة ونص صباحا وتم تغطية عينه بنظارات داكنة وكان في الوقت داء المسلمين في جميع أنحاء العالم بيستعدوا لأداء صلاة عيد الأطفل واستقبلوا الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن القوم العراقي وتم نزع النظارة عن عينه وتم إدخاله لأول قسم في الدائرة وهو قسم مكافحة الإرهاب وده كان القسم المختص بتنفيذ عمليات الإعدام بحق العراقيين وكان صدام محاط بقوات عراقية قال عنها الدوليمي إنها كانت قوات شيعية واللي أول ما شافه صدام سبوه لعنوه ولما دخل صدام غرفة من الغرف اتبع لمبنى الحماية القصوى لقى أمامه المحامي مونير حداد واللي بقى قاضي تحقيق بعد الغزو الأمريكي للعراق وقال الدوليمي إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كان موجود وسط حراسه لحضور إعدام صدام وده رجل دين شيعي وزعيم الطيار الوطن الشيعي وهو الإبن الرابع للزعيم الشيعي محمد محمد صادق الصدر اللي هاجم عللاً الرئيس العراقي صدام حسين وحزب البعث الحاكم وقتها والشيعة بيتهم صدام بقتله وعلى الرغم من النفي الرسمي لحضور مقتدى الصدر لكن الدوليمي قال إن النفي ده كان لحفظ ماء الوجه وعدم إصغار العراق الجديد بوجه طائفي وقال الدوليمي إن مقتدى الصدر لما دخل على صدام وجدوا يقرأ قرآن فقال له إشلون الطاغية فبصلوا صدام باحتقار فقام واحد من الحرس بدرب صدام بالبندقية على راسه وطلب القاضي مونير حداد من صدام إنه يجلس على الكرسي المخصص ليه وتلع عليه قرار حكم الإعدام اللي صدر بتوقيع رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي واللي كان من غير مصادقة مجلس الرئاسة العراقي زي ما كان متحدد في القانون وبكدى قال الدوليمي إن القرار بالشكل ده يكون باطل ولما تل القاضي الحكم على صدام هتف صدام وقال يحيا الشعب عاش الجهاد تعيش الأمة تعيش العراق يسقط العملاء نحن في الجنة وأعداؤنا في النار يسقط الفرس والأمريكان والعملاء وقتها هنا قال موفق الربيع لصدام اسقط بقالنا 36 سنة بنسمع منك الشعرات دي بعدها تم ادخال صدام لقاعة الإعدام والرواية الرسمية بتقول إن كان موجود مدير سجن الحماية القصوى والمدعي العام وممثل رئيس الوزراء وقاضي المحكمة الجنائية العليا وطبيب السجن لكن الدوليمي قال إن كان في غرفة الإعدام فرقة الموت اللي منهم عبد العزيز الحكيم وعلي الدباغ وسامي العسكري وبهاء الأعرجي ومريم الرئيس وكان متواجد زباط مخابرات إيرانيين وزباط من الحرس الثوري الإيراني كانوا بيتقنوا اللغة العربية وتحت أسماء عراقية للتأكد من شخص صدام وإنه مش شبيه له وكان على رأس الزباط أحمد فورزاندا مسؤول المخابرات الإيرانية في العراق وقال الدوليمي إنه لم يتواجد أي إمام سني لأن صدام على المذهب السني وتم منع أي شخص من الطائفة السنية لكن المسؤولين ادعوا وجود رجل دين سني لما دخل صدام لغرفة الإعدام كان بارتفاع خمسة متر وفيها منصة بارتفاع تلاتة متر وكان داخل بثبات وشجاعة من غير أي خوف لدرجة صدمة جميع الحاضرين وقال الدوليمي إن كان فيه شخص ماسك موبايل عند السلم الحديدي بيصور مشهد الإعدام وكان فيه مجموعة من المرسمين اللي لابسين لبس مدني مش عسكري وكان من ضمنهم مقتدى الصدر وكان هناك عدد كبير من أعضاء حزب الدعوة العراقي الشيعي وموفق الربيعي مستشار الأمن القوم العراقي ومنقص فرعون المدهي العام والقاضي مونير حداد المشرف على عملية الإعدام ومريم الرئيس المستشارة القانونية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقال عنها الدوليمي إنها هي اللي كانت بتصور مشهد الإعدام وأغلب الحضور كانوا من الشيع وبدأت الشتايم عليه وكان كمان هناك المصور لنور المالكي علي المسعدي وكان بيسجل اللقطات الخاصة بتنفيذ حكم الإعدام في الوقت ده أعطى صدام حسين المصحف الخاص به لموفق الربيعي وقال له المصحف أمانة خليه معاك فقال له هشوفك فين أنا فرد عليه وقال له اديه لبنتي رغط فقال له وانا هشوفها فين فقال له اديه للمحامي الدوليمي وقال له يديه لرغط فأخذ منه المصحف وديه للمدعي العام موقس فرعون في الوقت ده طلب أعضاء فرقة الإعدام من صدام إنه يلبس الكيس الأسود لحظة الإعدام لإخفاء وجهه بعد التنفيذ فرفض صدام ووقتها نظر لموفق الربيعي وقال له ما لك خايف قال له وانا هخاف ليه هو أنا اللي هتعدم إنت اللي هتعدم فرد صدام حسين وقال له أنا منتظر الصعود لحبل المشنقة من سنة 59 ونظر لحبل المشنقة وبعدها نظر لموفق الربيعي بتحدي وقال له دي للرجال يا دكتور وبعدها وضع رياض النوري حبل المشنقة على عنق صدام وكان حبل المشنقة بيتكون من 39 عقدة وبيقال إن الأمر ده كان مقصود لإن عدد السواريخ اللي أطلقها صدام حسين على تلة أبيب سنة 91 كان عددها 39 ساروخ وتقال إن كان فيه رائحة كريهة داخل قاعة الإعدام لإنه كان تم إعدام 63 شخص في نفس القاعة وقال واحد من اللي كانوا حاضرين صلي على محمد وعلى آلي محمد فرد علي كل الحاضرين اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد ورد واحد تاني وقال مقتدى 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 فرد صدام حسين بسخرية وقال هي دي المرجلة ورد شخص تاني وقال إلى جهنة وهنا قال صدام حسين هذا عار عليكم ورد واحد تاني وقال عاش محمد باكر الصدر وده كان تم إعدامه أيام حكم صدام حسين في التمانينات وبعدها قال صدام حسين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكرر نطق الشهادة مرة تانية لكن قبل ما يكملها اتفتحت البوابة الحديدية وسقط صدام حسين وكلنا شفنا مشهد لصدام حسين وهو متعلق في حبل المشنقة وباصص لأعلى هنا الدوليمي قال إن فرقة الموت تعمدت إطالة حبل المشنقة علشان يسقط صدام حي على الأرض ويقتلوه ركلا وفعلا سقط صدام على الأرض ورفع رأسه مبتسم وقاموا بركله بعيد عن كاميرات التصوير وكان منهم موفق الربيعي ومريم الرئيس وفضلوا يركلوا فيه لحد مفارق الحياة وبعدها علقوه على حبل المشنقة علشان يدوا انطباع بأن الرئيس أعدم بطريقة قانونية وبعدها تم نقل جثمان صدام لبيت أحد قادة الميليشيات التابعة لإيران وتم التعامل مع الجثمان بالركل وغرس السككين في أنحاء متفرقة من جسده وبعدها قام زباط مخابرات إيرانيين بفحص الجثمان علشان يتأكدوا من هوية صدام وقاموا بقطع حنجرته بسكين خوف من عودته للحياة مرة أخرى وبعدها نقلوا الجثمان لمنزل نوري المالكي اللي كان في نفس يوم زفاف ابنه أحمد علشان يشوفوا كل الحاضرين وبعدها تم إلقاء الجثمان خارج المنزل وهنا بيقول مصطفى القازيني رئيس وزراء العراق الأسبق أنه شاهد جثة صدام بعد إعدامه بين بيته وبين بيت نوري المالكي في المنطقة الخضرة وسط العاصمة بغداد وشاف مجموعة من الحرس متجمعين حوالين جثمان صدام فطلب منهم الابتعد عن الجثة احتراماً لحرمة الميت وبعدها سلمت القوات الأمريكية جثمان صدام لعشرته عشيرة البيجات واتدفن في قرية العوجة في مدينة تكريت بعد ما حكم العراق 24 سنة وأعدم في سن 69 سنة وبعد إعلان وسائل الإعلام العربية عن خبر إعدام صدام حسين فجر عيد الأطحة العالم العربي كله كان في حالة من الزهول والصدمة وبدأ استياء الشعوب العربية للمشهد المهين لكل المسلمين وبدأ التساؤل ليه تم إعدام صدام أول يوم عيد الأطحة الحقيقة كان فيه أكتر من رواية الرواية الرسمية اللي قالها رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي إن الإعدام كان في ليلة عيد الأطحة مش في صباح العيد وإن إعدامه تم وفقاً للدستور وهو مدة شهر علشان يتم فيه الإعدام في صدام كان هو ده اليوم المحدد وما كانش متعمد يكون في صلاة عيد الأطحة لكن رئيس الإدعاء العام جعفر الموسوي واللي كان من المعارضين لصدام حسين قال إن وفقاً للقانون العراقي فقرار الإعدام غير قانوني لإنه تم في أيام العيد وإنه كان فاضل 27 يوم على الإعدام وفقاً للقانون لكن هنا فيه روايات غير رسمية انتشرت مثلاً إن أمريكا هي اللي أصرت على إعدام صدام في عيد الأطحة علشان تزل المسلمين وإن تم إعدام قائد مسلم في عيد الأطحة زي الخروف وعلشان تخلق فتنة بين السنة والشيعة كل ما يأتي عيد الأطحة وذكرى إعدام صدام وبعد إعدام صدام احتفظ موفق الربيع بحبل الإعدام لإنه اعتقد إن إعدام صدام سيصبح حادثة تاريخية هتعيش لآلاف السنين وحيذهب صدام تحت الأرض فيجب أن يبقى شيء من صدام فوق الأرض ليصبح عبرة لكن حبل الإعدام كان شاهد على قوة وشجاعة صدام حسين قدام الموت وسواء اختلفت عليه شعوب ما بين محبه ومدافع عنه وما بين كاره وباغد له فالجميع اتفق على إنه أشجع إنسان واجه الموت ولم يهاب منه وظل صامد للنهاية